اللي تكتشفتها للأسف للأسف انت تابع توقفني بس ليش شاهر فيني يعني وقفني خلاص انت وقفني اوكي باتحاد الأسيوي دزيت كتب وهذا قاعد ينتقدنا ووقفني بالكويت طلعت قرار لجنة انضبار ليش تزعق اتحاد الدولي والتحاد الاتحادات انه هذا الموقف ليش 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 شاهر فيني الحمد لله انا عارفين منه منه انا يعني الاتحادات بس ليش شاهر فيني انا مواطن كويتي يعني اليوم انت سيد عبدالله شاهين في انتخابات كويت كلها وياك لانك انت مواطن كويتي فانت تمثلنا برا فكلنا احنا نبيك انت تنجح كمواطن كويتي برا انت تبي ينجح طبعا كويتي منصب كويتي لما اروح اعطي دورة برا ما يقولون طارق البناء يقولون محاضر الكويتي ما يذكرون اسمك اروح فلسطين يجبوننا المحاضر الكويتي زي الحي المحاضر الكويتي اللي هو انت موقوف واثناشر الاتحد الاسيوي بتدخل والحين رئيس الاتحاد الكويتي وهو عظل كنت في اليها ama land as a around انا قاعد اتكلم انا لما انتقد مو عشان منصب انا لم ات اييت بالانتقدت الاتحاد الاسيوي انا كنت على رأس عملي في الاتحاد السوري ويطالبون بالتجديد مو وعشان ان انا ابي انا ماقول غير مدربين يكلم بالاتحاد مو عشان ا inherي أنا أقصد دكتور الحين رئيس الاتحاد اللي عندك خلاف مع الاتحاد وسبب في إغافك حتى أسيوياً وهو أصبح الآن عضو في المكتب التنفيذي الأسيوي يعني أنت الحين راح تشتيك الاتحاد الأسيوي مو مهم مو مهم شوف مو مهم ما دام كويتي بعتشغل هذا الكويتي سيد عبدالله شاهين على الأقل خدم أنصب كويتي تتوقع إن شاء الله الكويتي في الاتحاد الأسيوي ينصفك في هذه العقبة الأسيوية لا طبعاً هو موقفني فما راح ينصفني مو مهم مو مهم أنا ما طالب إنصافي مو مهم شوف يعني لكل واحد يمشي على مبدأ لابد هناك يعني مثل ما يقولون خسائر بس أنا الحمد لله متقبل خسائر وعارف إن الله سبحانه وتعالى راح يعوضك بأحسن من هالشي يعوضك بعيالك يعوضك في بيتك مو مهم بس أهم شيء أنك أنت في يوم من الأيام شفت خطأ حاولت تصحيحك في الطريقة تشوفها صحيحة لأنه مو مو صاحب قرار ما قدرت رحت حك صاحب الغرار عبدالله شاهين كلمت شخصياً لا حاولت قديمات تصلت فيه ما تشوف إن هذا غصور إنك تخاطبه في السوشيال ميديا خاطبته بدون نقد في البداية أنا قاعدت خاطبة إنه مدير فني مدير تطوير عقلية عشان يفيدنا كلها بنستفيدة يمكن البطانة اللي حوالينا ما كانت تتوصل للصورة الصحيحة تجاهي بطار البناء ليش ما يعني ما تشوفها صحيحة إنك تروح لها تواجهة تشرح لها لعل وعسي يكون منصف الحين يعني فات الوقت على هالشيء يعني خلص يعني ريال وقفك وحاربك في رزقك داخل الكويت وبره الكويت فأتوقع أن جلسة الحين ما تفيد إن شاء الله ما يكون حاربك في رزقك ورزق عند الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر